بات للنبيذ اللبناني يوم خاص في فرنسا في أيار المقبل سيكون النبيذ اللبناني ملكا في فرنسا 30 مصنعا للنبيذ في لبنان اجتمعت اليوم وأعلنت برعاية وزير الصناعة فريج سابونجيان ووزير الزراعة بالوكالة جبران بيسيل 16 أيار 2013 يوم النبيذ اللبناني في فرنسا سنعمل في لبنان معهد الكرمي وانبيد على مساحات كبيرة جدا بموقع سنقول أين بالمستقبل لبنان يصدر ملايين زجاجات النبيذ إلى الخارج 25% من صادرات النبيذ تتوجه إلى إنجليترا وتليها فرنسا بـ 17% وتواليا الأمريكيتان بينتج لبنان ما بين 7 و 8 مليون أنينة تلسنة هلأ بيتصدر منها حول المليونين ونصف أنينة إنتاج كله بيوصر على الـ 50 مليون دولار تقريبا هالخطوة هذه بتساعد على مصنعين بيض يطلعوا يسوقوا ويعرضوا إنتاجون وبتزيد كمية الصادرات اللبنانية للأسواق الأوروبية إذن لم تصبح صادرات النبيذ بالملايين بعد إلا أن الطموح الذي تحدث عنه المجتمعون يقضي بمضاعفة هذه الأرقام وهو ما سيحصل يوم تقرر الدولة خفض كلفة الطاقة على المصانع وتشجيعها عبر خفض ضرائب إنتاج الكحول ترجمة نانسي قنقر